اضخم فصائل الكلاب في العالم مرحبا بكم جميعا تتميز الكلاب الضخمة عن غيرها من الفصائل بسبب قدرتها على حراسة وحماية اصحابها وتوفير الامان لهم وخاصة لانها تتمتع باخلاص وحب شديد لمالكيها فدعونا اليوم نتعرف على اضخم فصائل الكلاب حول العالم ولكن قبل ان نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات ليصلكم كل ما هو جديد يعتبر واحدا من الكلاب الضخمة جدا فهو يستخدم في الانقاذ وفي عمليات الصيد والحراسة بالاضافة الى انه ماهر في السباحة بالاضافة الى انه لديه فرع كثيف على الجسد وهو يعتبر واحدا من الحيوانات الموالية الى مالكها والمرحة ويتراوح وزنه ما بين خمسة واربعين وسبعة وسبعين كيلو جراما بينما يصل ارتفاعه الى ثمانين سنتيمترا ثانيا كلب الراعي المجري يعد هذا الكلب من اكثر الكلاب التي تبدو وديعة للغاية الى حين ظهور الخطر فهي تبدو لطيفة وتلعب دائما مع مالكيها حتى تشعر بالخطر يقترب منها ويتمتع كلب الراعي المجري بكمية كبيرة جدا من الفرو على جسده مما يمكنه من التنكر في هيئة خروف حتى يقضي على الخطر الذي يشكل على عائلته ويتراوح ارتفاع هذه الفصيلة ما بين خمسة وستين سنتيمترا الى ثمانين سنتيمترا بينما يصل متوسط وزنه الى خمسين كيلو جراما ثلاثة كلب اكيتا تعد كلاب اكيتا واحدة من اضخم الكلاب حول العالم والتي تعيش في اليابان وقد نالت كلاب اكيتا شهرة كبيرة بعدما كانت بطلة الفيلم التي انتظرت صاحبها تسع سنوات حتى وفاته وتعد المهمة الاساسية لهم هي صيد الديبابا وهو من الكلاب الجيد جدا في الحراسة وحماية عائلتها المالكة لها يتراوح ارتفاعه ما بين واحد وستين الى سبعين سنتيمترا بينما يتراوح وزنه ما بين اربعين الى اثنين وخمسين كيلو جراما اربعة كلب بورزوي يرجع اصل هذه الفصيلة الى القرن السابع عشر وهي تتمتع بطول يافع جدا وعضلات قوية وهي من الكلاب المميزة جدا في الصيد حيث تتمتع بسرعة كبيرة يمكن ان تصل الى ستين كيلو مترا في الساعة وهي من الكلاب الهادئة بطبعها ولكنها من الممكن ان تتحول الى وحش صارم عندما تشعر باي تهديد يقترب منها وبفضل الطول اليافع والعضلات القوية لا يزيد وزن كلب البورزوي كثيرا حيث يتراوح ما بين اثنين واربعين الى اثنين وخمسين كيلو جراما بينما يمكن ان يصل ارتفاعه الى سبعة وثمانين سنتيمترا يتميز كلب الذئب الايرلندي بولائه الكبير لمالكيه وقد تم تصنيفه كواحد من اطول الكلاب في العالم وهو يستخدم في الوقت الحالي للصيد واطاعة الاوامر مهما كانت وهو بشكل عام ذو سلوك لطيف مع الحيوانات وهذا ما يجعل قدراته في الحراسة ليست كبيرة ولكن هيئته وحدها تكفي لاخافة الحيوانات الاخرى قبل ان يعلم انه يرغب في اللعب فقط ويصل ارتفاع كلب الذئب الايرلندي الى خمسة وثمانين سنتيمترا بينما يصل وزنه الى خمسة وخمسين كيلو جراما ستة كلب الكنجال التركية يعد كلب الكنجال واحدا من اقوى الكلاب في العالم وهو مخلص جدا لأسرته المالكة حتى انه في بعض الاحيان يعمل في دور مربيات الاطفال وفي بعض البلدان يتم استخدامه حتى الان في وظائف الحراسة لحماية الماشية من الذئاب والفهود وهي من فصائل الكلاب التي تحتاج الى فترة تدريب وترويد طويلة لاطاعة الاوامر يصل ارتفاع هذا الكلب الى واحد وثمانين سنتيمترا بينما يتراوح وزنه ما بين ثلاثة واربعين الى خمسة وستين كيلو جراما سبعة كلب الغزلان الاسكوتلندي سنف كلب الغزلان الاسكوتلندي كواحد من اضخم الكلاب حول العالم وقد كانت مهمته الاساسية هي صيد الغزلان الحمراء واستمرت هذه الوظيفة حتى القرن التاسع عشر وهي من الكلاب التي تتمتع بسرعة كبيرة وقدرة بصرية حادة جدا ولكن فيما يخص الحراسة فهي ليست افضل الفصائل لتلك المهمة يتراوح ارتفاع هذه الفصيلة ما بين سبعين الى ثمانين سنتيمترا بينما يمكن ان يصل وزنها الى خمسة وستين كيلو جراما يعتبر واحدا من اكبر وافضل الكلاب حول العالم التي تساهم في انقاذ حياة العديد من الناس ويقال ان اكبر كلب من هذه الفصيلة وزنه قد يصل الى مائة وثمانية عشر كيلو جراما كما انه يعتبر واحدا من امهر الكلاب في السباحة ولديه ايضا مهارات كبيرة في الصيد يصل ارتفاعه الى سبعة وستين سنتيمترا بينما يصل متوسط وزنه الى خمسة وسبعين كيلو جراما تسعة الكلب الدنمركي يصل وزن هذا الكلب الى واحد وتسعين كيلو جراما وهو يعتبر واحدا من اكبر الكلاب حول العالم بالاضافة الى انه يعتبر واحدا من اطول الكلاب حول العالم يصل طول هذا الكلب الى خمسة وسبعين سنتيمترا ومن الممكن ان يكون اطول من هذا الرقم مثل ما حدث مع هذا الكلب المعروف باسم زيوس الذي وصل طوله الى مائة واثني عشر سنتيمترا كما انه يعتبر واحدا من الكلاب التي تفضل العمل لفترة طويلة وهذا ما يجعله واحدا من الكلاب القوية والشجاعة حتى انه يعتبر من الكلاب الموالية جدا الى مالكها عاشرا كلاب كوفاز هي سلالة مجارية الاصل وقد كانت بداية استخدامها في حراسة المنازل والماشية والمزارع ولكن على مدار السنين تم استخدامها كحيوانات اليفة في المنازل وهي موالية جدا لاصحابها في الوقت الحالي لدرجة قد تعرضها للموت من اجل حمايتهم وهي من الكلاب التي تحتاج الى تدريب مسبق لتربيتهم في المنازل ويمكن ان يصل طولها الى ستة وستين سنتيمترا بينما يمكن ان يصل وزنها الى اثنين وستين كيلو جراما احد عشر كلب الدرواس البيريني يرجع اصل تربية هذه الفصيلة من الكلاب الى حراسة الماشية والمزارع وهي تتميز بالفرو الابيض الذي يغطي جسدها بالكامل مما يسهل عليها الانخراط وسط الخراف بسهولة كبيرة وهذا ما يخدع الحيوانات المفترسة كالذئاب والضباع والفهود ويعتقدون ان تلك الماشية لا يحرسها اي احد وهي كلاب صعبة في ترويضها لذا يجب عليك ان تتلقى فترة تدريب مسبقة قبل ان يتم تبنيها واتخاذها كحيوان اليف يمكن ان يصل وزن هذه الفصيلة الى خمسة وسبعين كيلو جراما بينما يصل ارتفاعها الى ثمانين سنتيمترا اثني عشر كلب البرنيز اسويسري يقع كلب البرنيز اسويسري في المرتبة التاسعة كاضخم كلب في العالم وهو من الكلاب المخلص جدا لمالكيها ولكنها غير مطيعة للأوامر بدرجة كبيرة لانها تفضل الاستقلالية في قراراتها لذا فهو بحاجة الى فترة تدريب ومن الافضل ان يتم تبنيه وهو في عمر صغير يمكن ان يصل ارتفاع هذا الكلب الى ستة وستين سنتيمترا بينما يمكن ان يصل وزنه الى خمسين كيلو جراما ثلاثة عشر كلب الراعي الاسيوي كان هذا الكلب يستخدم منذ القدم وهذا يعني انه واحد من الكلاب الاصيلة التي تعتبر واحدة من افضل واكبر الكلاب حول العالم بالاضافة الى انه قادر على التأقلم والتكيف في مختلف الظروف البيئية والمناخية حول العالم ويقال انه من نسل فصيلة كلب درواس التبت ولهذا يتم تصنيفه على انه واحد من اقدم الكلاب حتى يومنا هذا يصل وزن هذا الكلب الى ثمانين كيلو جراما بينما يمكن ان يصل ارتفاعه الى خمسة وسبعين سنتيمترا تم التربية ورعاية هذا الكلب في اول مرة في شمال القوقاز كنوع من كلاب الحراسة وهو يعتبر من الكلاب القوية التي تمتلك عضلات دخمة كما انه يعتبر واحدا من الكلاب التي تثق في نفسها بدرجة كبيرة وقادرة على التصدي لمختلف الهجمات المختلفة بكل سهولة وكان يتم استخدامه منذ قرون عديدة في الحراسة والرعاية ويمكن ان يصل وزن هذا الكلب الى ثمانين كيلو جراما بينما يصل ارتفاعه الى خمسة وسبعين سنتيمترا خمسة عشر كلب بويربول يعتبر هذا الكلب واحدا من الكلاب الرئيسية التي تعيش في جنوب افريقيا وهذا الاسم الخاص به باللغة الدنماركية يعني كلب المزارع وهو يتعامل بلطفا كبير جدا مع الاطفال الصغار كما انه يعتبر واحدا من الكلاب الموالية جدا الى مالكيها يمكن ان يصل وزن هذا الكلب الى مئة كيلو جرام بينما يصل ارتفاعه الى سبعين سنتيمترا تقريبا اتمنى ان يكون الفيديو قد اعجبكم اراكم في الفيديو القادم الى اللقاء اشتركوا في القناة